الضيف العزيز دكتور عبدالله متولي أخصائي تجميل الأسنان والمؤسس لمركز برايتي للأسنان وعضو الجمعية الأمريكية لتجميل الأسنان والمصمم السماء المعتمد من البي دي سي بإنجلترا أهلا بيك دكتور عبدالله إزيكا دكتور أيمن منوورني إنت أكتر الله نفسي يعني معاناة الناس على الكاميرات وزي تحولوا وصف طب الأسنان إحنا بنحاول نعمل ده يعني أنت بتحاول تعيش الإحساس دي صح إحنا بنحاول كل مرة لما بنيجي نتكلم إن إحنا إنت هتلاقي نص اللقاء ما بنتكلمش على الأسنان أكتر ما بنتكلم على الحالة النفسية وشكل العام للبيشنت مش بتكلم بس على السنان إنت هتلاقيني بتكلم على تأثير السنان في الشكل العام في سنه في حالته النفسية في كل حاجة الموضوع ما بقاش أسنان بس أنا بقيت مسؤول إن أنا أخليه الناس شكلها كله حلو الناس نفسيتها كلها مبسوطة أنا دلوقتي ما بقيتش مسؤول إن حد موجوع يخف دي أبسط حاجة أنا دلوقتي مسؤول إن إنت عندك مشكلة ما وإنت بتضحك مثلا بتحط إيدك على بق مش عارف تأكل كويس عندك مشاكل في الصقة في النفس عشان شكل ابتسمتك إحنا دلوقتي ده الأكتر حاجة شغلة بالي إن أنا عالج الموضوع ده بس فما بقناش نركز قوي على الأسنان في اللقاءات بنا نركز على الفيس ككل أو ده الترند اللي إحنا ماشيين فيه دلوقتي إن إحنا منركز على شكل العام للعيان هل تجميل الأسنان نقدر يتحكم في سن الإنسان؟ ده تجميل الأسنان هو أهم عامل في تحديد سن الإنسان ليه؟ إنت دلوقتي الوش بتاع الإنسان ده متقسم بتلات أجزاء جزء اللي فوق وجزء التاني وجزء الأخير آخر تلت ده هو اللي بيتغير في شكل الإنسان يعني القورة مع السن حجمها مش بيصغر المسافة من العين للبق حجمهم مش بيصغر إيه المسافة اللي بتصغر أو بتتأثر؟ هي المسافة اللي بين الشفايف لحد الدقن اللي داحت دي اللي موجود فيها إيه؟ الفكين والأسنان فإذا مع تقدم العمر إيه اللي بيحصل؟ الأسنان بتتاكل؟ العظم بيتتاكل بيبين الإنسان أكبر في السن إحنا مثلا لو شفنا حالة زي دي الحالة دي أنت من النظرة الأولى كده تديها كم سنة؟ أو تديها أن هي في سنة قد إيه؟ 50 50 ده بالزبط عندها واحد وخمسين سنة طيب أنا الحالة دي الحالة دي لها قصة والحالة دي جات العيادة كانت عند دكتور قابلي بتاع أسنان بص بقى الخطة العلاجية اللي قال لها ده إيه؟ قال لها أنت بصي شايفة الحالة دي مبدئيا نتكلم على الأسنان وبعدين نتكلم على الوش كله مبدئيا كده ناحية اليمين في سنتين طالعين فوق قوي وناحية الشمال ما فيش طب ده أصعب من لما يكون في النحيتين في مشكلة لما يبقى في ناحية واحدة مشكلة بيبقى أصعب أنه نصبط الناحية التانية لو الاتنين فيه مشكلة بسيطة ناحية من الشاشة بالزبط اللي هي شمال العيادة بالزبط تمام؟ دي القصة الدكتور بقى هي راحت لدكتور إيه؟ أسنان مراحتش لدكتور إيه؟ تجميل أسنان قال لها إيه؟ احنا نخلع السنتين دول ونزرع عض وبعد زراعة العض نزرع أسنان وبعد زراعة الأسنان نركب أسنان طب البروستير دي أو الخطة العلاجية دي هتكلف الفلوس قد إيه؟ وقت قد إيه؟ يعني هي عندها مثلا 51 سنة طب هي هتقعد في القصة الخطة العلاجية اللي هو قال لها دي حوالي سنتين يعني أنت متخيل اللي رايح تجميل أسنانك تجميلها وانت رايح وانت عندك 51 سنة تستلم الشغل وانت عندك 53 سنة أنت متخيل الكرسى اللي هي فيها هتقعد سنتين؟ بالزبط هتزرع عضم هو الخطة اللي هو قالها لها هتزرعي عضم بعد ما تزرعي عضم هتزرعي أسنان هو عايز يخلع لها السنتين اللي فوق دول هتزرعي أسنان بعد زراعة الأسنان نركب بقى نامل التجميل طيب أنا أول ما جات لي البيشن دي يعني هي دلوقتي بقت يعني صاحبتنا كلها صاحبة العيادة كلها أحبها جدا يعني أول ما جات قلت لها بصي سيبك من أسنانك خالص أنا دلوقتي عايزة صغارك عشر سنين قلت لي هتصغرني زي قلت لها أنا هعملك سمايل ديزاين تصميم للابتسامة مع وشك كله لأن أنا أول ما شفتها لاحظت أن المسافة من مناخرها لدأنها صغرت شوية إذن لو أنا كبرتها شوية لو طولت المسافة دي تاني هترجع تاني صغيرة في السن طب لو شفتنا الصورة اللي بعدها إدي كده للبيشن دي دي عملنا أسنانها بس كده بس سيبك من الأسنان أه سيبك من الأسنان خالص إدي عمر للكلاينت دي أول البيشن دي ستة وتلاتين سبعة تلاتين ستة وتلاتين خمسة وتلاتين خمسة وتلاتين طيب هل طب الشغل ده أخد وقت قد إيه ده اه بالفكر الجديد باللي إنت بتحكي عليه ممكن قوي أسبوع أربع تيام حيل طيب أربع تيام تصغر في سنناها عشر سنين زال فول خلي بانك وليه شوية فلها بقى كمان ما هو أنا وديتها لدكتور لا عايزين الصورة اللي قبلها تانية قبلها تانية الصورة دي بص الحالة بص المسافة بين مناخرها ودأنها في الصورة اللي على الشمال والمسافة بين مناخرها ودأنها في الصورة اللي عليمين هتعرف هي إزاي صغرت في السن عشر سنين أكتر من عشر سنين خمستاشر سنة إحنا زودنا لها طول أسنانها وخلنا لها المسافة كبيرة شوية فرجعت صغيرة في السن إحنا ما بسناش الأسنان بتتحيل عليها تعمل الأسنان اللي تحت بصممش بينين تشايفهم؟ لا ولا في دي ولا في دي بينين طيب لو هي كانت عملت اللي الدكتور اللي قال لها الخطة الأولانية عليه قال لها احنا هنخلع السنتين دول وهنزرع وهنزرع عض مش حارفه إيه والكصص كبيرة وما كانش هيجمل هو أصلاً بيبص على أسنان المفروض تجميل الأسنان دلوقتي تجميل للعيان كله أنا ببص على الوش بتاع البيشنت السنان أمرها بسيط تجميل الأسنان ده بسيط جداً تجميل إن أنا صغر البيشنت دي في الوقت ده بالتركاية البسيطة دي هو ده اللي فرق إحنا دلوقتي عادلنا لو جبنا بقى الصور اللي بعدها تاني بص مثلاً صورة من الجنب تخيل ده شكلها من الجنب بص المسافة من مناخرها ودقناها اللي تحت قريبة قريبة جداً جداً ليه بقى ده حصل؟ مع تقدم العمر السنان بتقصر والعظم بيتتكل طيب إحنا لو شفنا الصورة اللي بعدها هتلاقي بص كده بص المسافة كبرت زي ده طولت ده بيدي الوش شكل بيضاوي بتاع الشباب بزبط اللي هو بقى بيطول الوش شوية بزبط كل ما الوش يبان بيضاوي يبان مسلس مقلوب لتحت بزبط كل ما القسان يبان أظهر بص الفرق بين الصورة اللي علمينه على الشمال أنا مش عايز الناس تبص على الأسنان أصلي أنا عايز الناس تبص على سن الكلينت دي أو سن البيشنت دي سنها صغر خمستاشر سنة بحاجة بسيطة قوي تطويل حجم الأسنان طبعا ده حاجة مدروسة على وشها يعني الطول اللي احنا عاملينه ده هتلاقي ماشي مع الشفة اللي تحت كل حاجة مظبوطة يعني مش معمول أي طول وخلاص يا سلم الفيلر بقى مع الحالة دي فوق وتحت هترجع الثلاثين هترجع والله هتبقى أقل من خمسة وثلاثين هتبقى خمسة وثلاثين بالضبط الخط بتاعتها فيها فيلر يا الفيلر هي محتاجة فيلر طبعا فيلر بخلاص احنا السنان جميلة جدا الفيلر بقى عشان الوش كله نفسي ولوين ده صعب شوية في بعض الحالات بنقدر نعملها بتاع نشوف الوش ككل لان هنا هيبان شغلك أكتر لو كان الوش كله بان بالضبط الحالة دي ايه مشكلتها مشكلتها ان الاؤصمايل بقى عمل حرف الاس بالعرض يعني في حتة من فوق عالية ناحية اللاسة ومن تحت مفيش ناحية اليمين ناحية السنتين اللي في النص قصيرين شوية اليمين مظبوطين بس مش قوي انا اسهلي جدا ان حالة تجيلي كلها بايزة بس ما تجيليش بسنة يعني جزء يمين بايز والشمال سليم انت عارف لو اليمين بايز والشمال بايز بسيطة الفكرة كلها والتركية كلها ان انت تظبط حالة فيها يوني لتر اه شفت كده بالزبط وتزبطها هي دي القصة والبيشن دي بقت صاحبتنا جد انا بس عايزك في الحالة من الجنب متصورة قبل من الجنب انا عايزك تقولي ايوة لان دي باين فيها المشاكل اكتر كمان بالزبط الحالة دي من الجنب انت انا بشوف انا مفعلش السنين ما تبقاش نامسة الشفاف اللي تحت الناب والسنة اللي جنب اللي في النص وصيرين جدا دول طلعين لفوق بسبب تأكل في العضب فهو الفكرة كلها اختيار دكتور الاسنين دي اول حالة اعرضها لك جايا لي من اول مرة من غير ما اعيد شغل حد اه دي اول حالة اول حالة ماشا الله من ساعة ما اعطا اول حالة جايلة على طول ماش ترشي ريس انتر كويس برد حال ممكن يعني لو احنا الحالة دي احنا منبه احياء يعني جميلة جدا لكن انت وانت بتتكلم دلوقتي دخلتني في قضية تانية قطية العلاج بالقطعة او بالجملة او الطاعي والجملة في ناس دلوقتي كتير ماشي باسلوب ان هو شخص نفسه يقولك انا عايز ماشي لي دارسي اه سنتي وقع مش عارف السنة دي ايه بكسورة شوية دي دي العيبي كله مشكلتي كلها في السنة دي انا هعرض لك حالة دلوقتي العين ده فضل 18 سنة العين ده فضل 18 سنة يعالج سنينه الحالة دي هو بيعمل ايه سنة بايزة يروح يعشيها هو زهق من دكتور السنين هو زهق من دكتور بقلو 17 او 18 سنة بيعالج اسنينه كل شوية حشوة توقت بص السنتين اللي في النص تحت دول تركيبات وقات فوق حشو كله كل سنة محشية حشوة طب انا ليه اروح لدكتور الاسنين 17 سنة ليه طب ما انا عارف الفرق ايه يا دكتور ايمن بين لما تعمل عمرة للعربية كلها ولما كل شوية حاجة تبوص تروح تصلحها حاجة تبوص تروح تصلحها طب ما تعمل عمرة وتستمتع بيها الحالة دي لو شفنا الاسنين بعد هتلاقي الحالة دي اتعملت في اربع تيام بص الاسنين بعد اربع تيام بقى كده اربع تيام اربع تيام يعني ده الراجل ده ممكن يجيله صدمة فرحية بيقول لي انا بتعليك بقى لي 17 سنة عمل عمرة لاسنينه كلها اربع تيام رجع كده هو زي من دكتورة الاسنين هو تعبير عمرة ده حلوة هتعمل اسنينك كلها مرة واحدة بطريقة مظبوطة الحاجات دي لها جرانتية ضمان مدى الحياة خلاص انت اي حاجة تحصل لهم بتاعت الدكتور اللي اشتغلت ده عمل كراون طبعا عمل كراون طبعا لان اسنانه كلها حشوات عطا طبعا لان اسنانه طبعا لان اسنانه اددوني ده عمل كراونز كل الاسنان فوق وتحت اه فاربعة تيامه هي الفكرة كلها في الوقت هو مش مسدق طبعا عن الوقت هو ما بيبقوش مسدقين بيقول لي انا رحت لدكتور الاسنان على مدار السبعتاشر سنة دول فوق الخمسين مرة وهو الدرس بيقع بيحشي ويقع تاني معه طب اه فبيقول لي انت هتعملها في جلسة والتاني بقوله الدنيا الجديدة الشغل الستايل الجديد في الشغل هو ان انت تعمل كل الاسنان مرة واحدة مدى الحياة هي دي الفكرة كلها انا مش عايز اروح لدكتور الاسنان الواجعية مرة والتانية بتستلم اربعة تيام شكرا سلام عليكم روع روع وبعدين الجارانتي بيقع بقى انت زي ما انت قلت مدى الحياة كراون يعيش بي ويشوف الصورة بقى انا نفسي كنت اشوف وشه كله مختلف عشان تعرف قيمة الاسنان وشه كله بيختلف وحالته النفسية ايه طيب هو على فكرة جايلنا من دولة خليجية ومش قيل لحد ان هو يعملهم وهم روح يعني هو جايلنا مصر بالسنان اللي فوق ومروح لهم تاني بالسنان اللي تحت مش قيل لحد مش قيل لحد مش البلد ده مش هيعرفوه مش هيعرفوه والله يعني حد تاني خالص هيا الفكرة كلها في الطايمينج في الوقت اربعة تيام هيا دي الفكرة دايما اقول جملة البس اعلى برندات البس احلى ساعات ايه اعمل احلى استشوار شعرك عمل ازاي سنانك لو مش حلوه كل ده راح هيا اللي في الوش هيا السنان اه قول لي بقى السنان واللسة هل احنا ظلمين اللسة هل المرض ظلمين اللسة انا هقولك على سر اللي يبين دكتور اسنان ده شاطر ولا مش شاطر تقبل اللسة للتركيبة اللي هو عاملها انا لو اللسة بتاعتي اتعملت لو الشغل بتاعي مظبوط اللسة هتتقبل مش بكلمك في اول عشر عشرين يوم بعد الهلاج بكلمك على اللايف تايم انا لو اللسة بتاعتي تقبلت التركيبة اللي انا عاملها ابقى انا كيف دكتور شاطر الحالة دي عملت تجميل اسنان اللي في بقى ده تجميل اسنان ليه اللي احنا بنكرره كل شوية راحت لدكتور الاسنان اللي جنب البيت اللي هو بيحشلها درسها واللي هو بيخلع لها درسها قالت له جملي اسنان طيب عمل لها ايه هو ما عندوش خبرة مش ملم بالتجميل فهم عامل يبارد الاسنان ومختار ماتيريا الغلط طب الماتيريا الغلط دي عملت ايه؟ خلت لون اللسة اسود طيب لون اللسة الاسود ده العينة الشعلي بس قابلي معلش الهاتة دي انت كالتاب صرحة ايه ماتيريا الغلط مش فهم يعني ايه ماتيريا الغلط ماتيريا الغلط يعني خامة الاسنان المستخدمة في التجميل غير مناسبة للتجميل اشرح لي بقى الحتة دي بالراحة كده وعلى مالك حلو اوي التركيبة اللي رقبالها دي اسمها ايه؟ بورسلين البرسلين ده في حديد من جوه هو لسه حدي بيستخدم حاجات دي؟ لسه بيستخدمه انا عمري بقى انا دلوقتي مش بيستخدمه انهي طبعا بس هو دلوقتي لسه بيستخدمه لو حد دكتور شوية كبير في السن هما طبعا على يعني عندهم خبرة وكل حاجة بس مش بيبقى ايه الحاجات الجديدة مش مش بتبقى يعني مستخدمة كتير عندهم الفكرة كلها الحالة دي العينة انا عايز اقولك كمان هي لما راحت بقى لدكتور شاب صغير زينا قالها ايه هعالجلك الحالة دي ازاي دكتور مشور جدا الحالة راحت تجمل اسنانها خرجت بالشكل دائما عند دكتور مش فاهم اي حاجة في التجميل راحت عند دكتور تجميل يعني عايز يعني عملت اللي عليه عملت الدكتور التجميل قال لها ايه اولا انت محتاجة علاج لللسة ايه علاج لللسة دا عايز يشيل طبقة من اللسة هو فكرة ان اللون اللسود دا اللسة بقى لونها سود ومعرفش ان اللون اللسود دا لون التركيبة قال لها انت عايز علاج لللسة علاج لللسة دا بياخد وقت كبير جدا بياخد خمستاشر يوم بس بعدين يشيل السبب هو السبب هو التركيبة بالزبط هو قال لها انا عالجلك اللسة طيب انت دلوقتي هتشيل اللون ده على فكرة اللون ده مش مش اللون اللاسة بتاعها مش اسود ده لون الحديد اللي داخل في اللاسة هو اللي عكس السواد ده طيب الدكتور الاولاني بوصلها الدنيا ماينفعش المادة دي خالص في التجميل الدكتور التاني حطت لها تريتمنت بلان غلط خطه علاجية غلط انا هبدأ باللاسة وهشلك التركيبات دي وعملك حشو عصب في اسنانك كلها واركبلك تركيبات انا عايز بقى اقول على معلومة لا اي حد بيتفرج علينا لو دكتور اسنان قالك اعمل حشو عصب او علاج جزور للتركيبات قبل ما تركب اعرف انه هو دكتور مش شاطر انا بعمل علاج عصب في الضرورة القصوى ماينفعش يا جماعة نعمل علاج للعصب قبل التركيبات لان ده بيأثر من حاجة ميتة وحاجة حقيقة انا لا اعطيش اكتر الحاجة اللي فيها روح ما تعملش علاج عصب قبل التركيبات الا للضرورة لان الدكاء دلوقتي الناس بتستسل تقوم عامل علاج عصب ركب الاسنان دي الحالة فوق ودي الحالة بعد تخيل يا دكتور ايمن ان احنا ملمسناش اللاسة واللسم رجعت طبيعية طالما شلت السبب شلت السبب كوز تريت من توف دا كوز انت عايز تخدم تركيبة مناسبة للتجميل تركيبة مناسبة للتجميل بالزبط الحالة دي ما تلمسيتش اللسم ما تلمسيتش عايزين ده نعمل حالة عنوانها خفايا عالم الماتيريال دي حالة هتبقى جمد نفسك فيها انت من زمان دي جدا قلتلك عليها قبل كده برد هعمل هالك هعمل هالك بس دي على فكرة هتحرق ناس كتير هعمل هالك الخامل اللي فوق دي اسمها بورسلين دي دي انا ما بقيتش استخدمها اصلا في الدروس الخلفية تخيل بقى اللي هي ما فيها حديد يعني قوي انا لو دكتور عندي ضمير انا هسألك سؤال سيبك من طب الأسنان لو انت مركب سنة تركيبة أسنان انت عايز التركيبة نفسها لو حصل مشكلة لو وقعت على وشك أو اي حاجة التركيبة نفسها هي اللي تتكسر ولا سنتك اللي جواه اللي تتكسر انا عايز التركيبة اللي تتكسر اه انا عايز سنتي اللي تحت اللي تفضل سليم اه فالناس بتعمل ايه بتعمل تركيبة قوية قوي بحيث ان لو حصل اي مشكلة السنة اللي جواه تتكسر والتركيبة تفضل سليم يا سلام ان شفت التركيبة اللي فوق دي لو حصل اللي قدر الله أي حادثة للعينة ده حديد حديد الحديد هحصل له حاجة؟ لا ولا أي حاجة سنتها اللي جوة اللي هتتكسر طيب يا فرحتي طيب أنا كده هتترى الزرع هترجع للدكتورة لو لا شفت التركيبة القوية إزاي وسليمة إزاي سنت كل الكسر مع أن أنا بابقى عامل تركيبة نفس قوة الأسنان بحيث أن لو حصل أي مشكلة أي حادثة حصلت أي خطة بنية أي حاجة أنا عايزة تركيبة تتكسر وغيرها لك معنش مشكلة مش عايزة أني تتكسر الله حاجة دي الفرق بين العيان برضو لازم يبقى على وعي لأنه أسعب بيجي يقولك أنا عايز تركيبة قوية لأ أنا بختار لك تركيبة نفس قوة أسنانك الفرق بين فوق وتحت حاجتين العيانة لها جزء 70% والدكتور 30% لأن الدكتور هو معلوماته كده الدكتور ده مش بيخم العيانة دي الدكتور هو معلوماته كده عن التجميل فأنت اللي لازم تدوري ولازم تتعبي عبال ما تلاقي دكتور التجميل اللي يبقى فاهم حالتك ويبقى متخصص في التجميل أنا عندي كل التخصص هولتك أنا عندي علاج الجزور طيب أنا بعرف أعمل العلاج الجزور هلا أنا عامله عمري ما عامله عندي تخصص اللاسة أنا بعرف أجمل اللاسة هلا أنا أجملها عمري ما أجملها عندي كل التخصصات في العيادة كل واحد بيشتغل تخصص واحد فقط اسأله بقى سؤال دي قضية كبيرة جدا احكيت بروز الاسنان لان فيه ناس كتير عنده بروز الاسنان ده في مصر انا الحبيبة في الوطن العربي كتير عيوب جينية معرفش فيه حاجة يعني بتخلي البروز وفي العالم حقيقة البروز موجود بس هل البروز يتصلح بتقويم ولا يتصلح بتركيباته انا عايز اقولك معلومة ممكن تفيه الناس كتير قوي على فكرة بروز الاسنان بنسبة 70% سبب عدم وجود دروس خلفية لو دروسك اللي هرا بايزة وانت بتاكل على سنانك اللي قدام حتى هما مش مهيئين ان انت تاكل عليهم هيقوموا طرقين لبر بتلاقي الحالة دايما جاية سنانها اللي فوق مرفرفها البرة واللي تحت مرفرفها البرة من غير ما اكشف عليها ولا اي حاجة بقول لها انت معندكش دروس خلفية بتقول لي عرفت منين اقول لها لان سنانك الرفرفة اللي هي فيها دي دي حد معندوش دروس خلفية طيب فيه خناقة مشهورة قوي بين دكاترة ايه التجميل والتقويم انا جمل واللي عمل تقويم دكاترة التقويم يقوله على دكاترة التجميل ايه اللي انت بتعمله ده بوز السنان اللي ربنا خلقها دكاترة التجميل يقولك يا عمي شكل السنة وحش شكل السنة انت هتقوم وفي الاخر هتطلع لبسنة وحش عايزين نفرق بين التقويم والتجميل التقويم نفس شكله اسناني لو هي سليمة بظبطها برجعها في مكانها الطبيعي التجميل بغير شكل الأسنان طيب أنا حالة زي اللي شغالة في الفيديو اللي فوق دي دي عندها بروس في الأسنان شكل سنانها وحش جدا عندها مشاكل كتير في الأسنان أسنانها دي كمان مش أسنانها دي حشو طيب أنا الحالة دي بعد التقويم هعمل تركيبات عشان أحافظ على الأسنان طيب ما نعمل بالأول تركيبات يعني أنا ليه أدخل العيانة في تقويم مع أن هي سنانها بايزة يعني سنانها مش بايزة بس محتاجة شغل فيها حشو فيها بروس فيها فيها شكل السنة نفسه طويل أوي طيب أنا الحالة دي طيب أنا هعمل لها التقويم هايقعد سنة طيب بعد السنة دي ما نهركب تركيبات طيب ما نهركب تركيبات من الأول أنا ليه أدخل العيان بتاعي ليه منكره الناس في دكاترة الأسنان مش أنت بتلاقي حاجة مشهورة أوي أنا بكره دكاترة السنان أول ملعين يخش إلي فيه قاعدة أكتر من دكاترة السنان فيه ناس فيه خطاع كبير جدا في العالم كله يقول له أنا أكره الأطباء على فكرة ده موجود في العالم مش موجود في مصر بس إحنا اللي ويتكوت يعني كده بس دكاترة الأسنان الأسنان أكتر طبعا أنا ما بحق الفكرة كلها إن ليه أديقه ليه أعمله تقويم سنة ولا سنة ونص على فكرة من التقويم ده ما انت هتخلع له دروس بعد التقويم أركب لك تركيبات طب ليه أنا ممكن أعلق لك بتركيبات من الأول بس دي في حالات معينة فيها حالات بروز الفك دي لازم تقويم إنه حالات بروز أسنان بس والأسنان بايزة وشكلها محتاجة يتعدل وفيها حشوات وعمل فيها علاج جزور طب ما أنا أعمل لك تركيبات من الأول تجميل ده في أربعة أيام الحالة دي في أربعة أيام الحالة دي بتتحسن في ده إيه ده بقى ده مش عارف ده ده حالة عملت تجميل أسنان تركيبات تركيبات برا طبعا دي جايلي فقدة ثقة في نفسها جدا يعني بطريقة يعني عشان أدحكها عدنا مثلا نص ساعة عشان نخليها تتحق دي عمل دي على فكرة دي عاملة ده من أسبوعين أها يعني قبل ده جديد لنج ده قبل بص اللزق في فوق الأسنان باين طيب بص السنة الليمين والسنة الشمال هو في حاجة غريبة جدا الدكتور عملها إنه هو حطي لها شفت اللاسة الصناعية اللي فوق دي أنا مش لا عارف عنهد الشمال يعني ماشي أنا يعني بس أنا بس السؤال هو استخدم إيه كراون ولا فنير هو استخدم بريدج يعني كبري الفكرة كلها أنا مش فاهم إيه سبب الحال دي تتعمل بالشكل ده ملهاش سبب إحنا ما شفنا الصورة اللي بعدها مفيش سنة زي التانية طيب دي كده إعادة تجميل مش أنا بقولك كل الحالات إعادة تجميل بص الحالة كده إحنا دلوقتي أنا عايز الصورة اللي بعد كده عايزين نتقرب شوي بص كده بص الحالة فوق والحالة تحت إيه الفرق بينهم اللي فوق ده دكتور أسنان اللي تحت ده عندنا دكتور تجميل أسنان طيب اللي فوق لقى اللاسة بتبين ما عملش أي حاجة زود لها لاسة في التركيبة طيب ما اتطلع اللاسة دي الفوق يعني شيل من اللاسة خلي كل ده ما يبينش خلي السنين السنتين اللي في النصة قد بعض بص لشكل دهكة العينة اللي فوق وشكل دهكة العينة اللي تحت هما الاتنين عينة واحدة إيه الفرق بينهم اللي فوق دي أصغر من اللي تحت اللي فوق دي أكبر من اللي تحت بقى دي قلت له أكبر بعشر سنين مع إن هي هي العينة هي هي المريضة الفكرة كلها والكلام ده تعمل يعني هي عالجة الكلام اللي فيه ده في قد إيه اللي هي عملته فوق ده ثلاث شهور تحت ده في أربع تيام برضو وبعدين توحد اللون يعني فوق ما فيش لون متوحد فيه عبيض قوي في النص فيه درجات أعلى شوية فيه سنة كبيرة وسنة صغيرة في النص أو فيه سنة غير التانية في الشمال واليمين فيه لسنين حمراء ولسن لونها بينك شوية الصورة الأولينية لا فيها يعني فيها حاجة غلط كبيرة فيها غلطات كتيرة جدا فيها غلطات خلينا نسأل برضو الماتيريال أرجع تاني للماتيريال كأننا يعني إيه هل الماتيريال بيفرق يعني نوع التركيبة نفسه نوع متيريال لتركيبة أو نوع تركيب يعني إيه نوع التركيبة لو جبنا الحالة اللي لسه كانت موجودة إنت بص للتركيبة اللي فوق وبص للتركيبة اللي تحت إنت أول ما تشوف مع ان اللي تحت لون هافتح مع ان التركيبة اللي تحت لون هافتح بس انت مستريح نفسيا. ليه? التركيبة اللي تحت دي اسمها بتعدي الدوق. التركيبة اللي فوق قاطمة. غير مستخدمة في التجميل ما هو الفكرة كلها? انا هستخدم ماتيريال ايه? لمين? انا بعمل سنان امامية. ليه اعملها الخمل اللي فوق دي? الخمل اللي فوق دي قوية جدا. قوية جدا. يعني حديد. طب شكلها اول ما تبص عليها التركيبة. على فكرة الفكرة مش في اللون. اللي تحت لون هافتح وشكلها طبيعي اكتر. الفكرة مش في اللون. انا ممكن اعمل لك تجميل اسنان بالوان فتحة غير اللي احنا بنشوفها في التليفزيون وفي الممثلين والحاجات دي. بس الوان فتحة وطبيعية في نفس الوقت. اللي فوق دي لون غامق يعني اغمق من اللي تحت وفي نفس الوقت باقي انه تركيبة. فده سوق اختيار الخامة في التجميل. اه. وسوق اختيار انا بروح للدكتور اللي جنب بيتي. هي دي الفكرة. دي اللي عملت المصيبة كلها. اه. تجميل اسنان لازم ادور كتير قوي قبل ما اروح. الترا فينير يعني ايه? الترا فينير. واضح بقى ان ده تعبير. اه. حاجة لذيذة جدا. اللي احنا شوفينه ده وده الالترا فينير. اللي تحت ده الالترا فينير. اه. اللي احنا عندنا بس مش موجود عند حد تاني الالترا فينير ده. اه. اللي فوق ده تجميل اسنان. اللي فوق تجميل اسنان. اللي تحت ده تجميل اسنان باستخدام حاجة اسمها الالترا فينير. اه. الالترا فينير دي حاجة شكلها. اه بص على فكرة. اللون اللي تحت افتح من اللي فوق برضو. اه. بس شكله طبيعي اكتر. الاسنان اللي تحت دي بالالترا فينير ده انت ممكن تروح لدكتور اسنان ما اعرفش ان ان انت مركب اصلا. اه. طب لو شوف انت بقى الحالة سيبك من تعال نشوف بقى الحالة دي اللي فوق الدكتور عمل ايه واللي تحت احنا عملنا ايه اللي فوق راحت قالت له السنانية اللونها وحش او شكلها وحش انبارد السنان ومركب لها اسنان مع ان الحالة دي لو كانت جات لي قبل ما تشتغل خالص ما كناش هنبرد حاجة كنا هنحط قشرة بدون برد طيب اللي تحت دي بقى ايه اللي حصل اولا شلنا من لازة الباكالكوريدورزي تقفل بص يا دكتور ايمان عرض الاسنان اللي بين فوق وعرض اللي تحت اللي تحت دي حاجة اسمها هوايد اسمايل ابتسامة عريضة ابتسامة بيضة عريضة اللي تحت دي دي كده معمول فيها شغل اسمايل دي زين دي كده في تصميم للابتسامة اللي فوق دي برد الاسنان ركب اسنان شكرا سلام عليكم هواده الفرق بين عيادة اسنان متخصصة في تجميل الاسنان وعيادة اسنان عادية اللي انا بروح موجوع او درسي وجاني او اي حاجة يجمل لي أسنين المرة الجاية بقى أو البعدي أشوف أنت فيه من الملفات اللي هتتفتح الماتيريا الخفاية هذا العالم الماتيريا الخفاية هذا العالم الحاجة الثانية تقولي حقيقة الإصراعات اللي احنا بيشوفها على السوشيال ميديا بين بعض الناس في طب الأسنين عدم منطقيتها هتلاقي حوار وتراشق في الآخر على لا شيء يعني ده مش فاهمين ايه الورى الموضوع ايه الاسرار هل الاسرار ان انا عايز تشهر او اعمل نفس الشهرة ولا فعلا فيه خناقة ولا غيرة اعم فيش خناقة يا سداد ما هو انا بقى مش هتقوله المرة تقول المرة الجاية ده من ضمن انتظروا المرة الجاية حوار مسير للغاية مع ضيف العزيز دكتور عبدالله بتولي أخصائي تجميل الأسنان والمؤسس لمراكز برايتي للأسنان وعضو جمعية الأمريكية لتجميل الأسنان والمصمم للإبتسامة المعتمد من البي دي سي بانجلترا بتنورني دايما وبتبهرني وتسعدني بعض الحوار البرائية جدا دايما حوار مختلف دايما حوار فيه الكثير من العلم والكثير من التفاصيل الدقيقة لأن الأسنان بقت علم التفاصيل الدقيقة في الناس الحلو الجلد عضو مهم جدا 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 ومعاناته مزعجة للغاية عندنا شعر بنتولد دي وعندنا شعر بعد البلوغ اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر